اهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في هذا العدد الجديد من حصتكم مصارح جدا هذا العدد الذي خصصناه للوقوف على اهم المشاكل الاجتماعية التي يعانيها سكان منطقة ولاد محمد الجبلية خاصة بعض الظهور المفاجئ لبعض الذئاب والقراذة ما تسبب في اصابة بعض السكان ولمتابعة ذلك شاهدوا معنا اشتركوا في القناة يجيب القراذة لنا يعني كل حاجة نقص هنا لانا منعزلين ضربة واحدة هذي تعتبر مناطق الضل موش هذي مناطق الضلمة ماش الضل كنجينا في الضل هولا باس احنا رانا في الضلمة ولا مراش فينا مسؤول هنا هذي فتس في مناطق الضلم في مناطق الضلمة كما قلك الضغابة دايرة بنا بزف والطرقة ما كانش الضغابة بزف وزادوا داروا بنا الكرودة من كل بلصة الكرودة تانية مهمة اللي زادوا هذي تحبيت كل مشاهد بالقيرة دا حكينا هنا في الأخير كأينا معبيهم غير هي انا هذي حقول الدياب ديابة مش غير دياب فريد لي راهم عدة ديابة راهم لقوهم في كل بلصة وراهم في الخطر صح تحدي الديابة هذي لما راهم عدو الزوج من الناس في نهار واحد طيب نحكيوا شو بك عن الحديثات ديب هذي كفى صارت هنا؟ صارت هنا كان سيدي صح في الغلمات في الصباح هجم على مرأة وفي العشية هجم على هذي أكسيد المهم نطلعوهم ندارو لها من الإجراءات نتعم حديثة موفرة صارت هنا قبل؟ صارت العملي فات بعد مع نفس الشخص وشي يدرك الظاهرة هذي بدأت تتزايد هكا البولة والديابة هذي يمشيوا في النهار تكاثرت الحالة دياب نسمعوهم يمشيوا كده بصح عمرهم لذا تعرضوا للعباد هذي الخطرة تعرضوا للمانا الصباح عدها وتعفرت معها كيف حدرت كيفها قدرت يعني باب دجلستاس وزاد السيد الأشية كيف كيف تاني راح يلقوها مع الغلم تلاحليه تعفر ما بيدو وش راح يدير بيدو الغالب الدورة كتجي هنا روح في الليل تشوف الله ظلمة والله ما تشوف خوك على مترتين وكيبه ما يلحقوش الديابة ويلحقو القرودة ويلحقوه ما زال يلحق كلش نرمو ما حدرت على الجمعيات الصيادين نحن ما عندناش في البلدية سخيري والعجول لوقت الحالي ما عندناش جمعياتها الصيادين نطلبهم السلطات هذه المختصة إنها ترخصنا عباد يشوفونا على الأقل اللي يديروا الدورات هكذا ديما ديما نقضيو على يفاضنا على حياتنا وإحنا رانا ما زلنا لرك في يومين العمل يراي متواصلة نبقى البحث على هذا الدئب هذا الطريق ما كانش لما ما كانش الطريق ما كانش الطريق ما كانش من هدراش اللي سيصب ديرش فيها الريحة يروح وعدونا وموفو وشبل عهود تحهم شي اللي خلنا هكذا شغول معزولين هنا في منطقة هنانا إياه ما كانش الطريق ما كانش لكل يرعاش لكي ما قال لك الغابة واللس قريبة للناس الطريق ما كانش ماذا عنيو كي نحن هنا نعنيو بشي تلديبنك ارافة كيلو لا تقدرش يلديبنك يقرأ لما عندو سيارة لا يقترش يلديبنه يقرأ عندك الكليراج عنده هذا الكليراج عنده واحد العشر سنين هو كين خمس الأنبات ما زد ما دار سنوالو نعم مخارن جاب سنة نقول لك جاب سنة رواب بوبل البلدية هاد رئيس بلدية جاب نترواب بوبل لأولاد محمد بركة هذا ما جاب محاربة الحيوانات الشاردة لإعادة الحياة لهذه المنطقة كان أول مشروع اللي بدينا فيه هو تهيئة الطريق المؤدي لهذه المنطقة في انتظار تسجيل المشاريع التي تم اختراحها لسيما في قطاع الري في قطاع الربط المنطقة بالغاز الطبيعي ومختلف المشاريع لمنشأنها أنها ترجع لهذه المشتة لمكانتها ترجمة نانسي قنقر